أريد أن أسأل سؤال استهلالي عن رؤيتك للنادي الأهلي مؤخراً والإنجازات اللي حقاقها خاصة في مجال كرة القدم وبرونزية مونديال أندي أحدك متابع طبعاً طبعاً هو الإنجازات اللي حقاقها في الفترة الأخيرة النادي الأهلي يمكن كانت رد على كان فيه نقد للنادي الأهلي قبلها في فترة وأنه لم يكن فيه إنجازات طبعاً كان فيه تغيير في الجهزة الفنية في الجهزة الفنية وأن برضو كانت الظروف صعبة كتيرة اللي هي تواجدت فيها الكابتن الخطيب يعني حتى كان فيه أنا كنت فيه ناس كان بتنكر عليه أنه هو يكون إداري كويس يعني بيبصوله كان فيه ضغط شديد طبعاً رغم الظروف الظروف التاريخي الصعب جداً طبعاً هو تملي ناس بتنسى الحاجة كويسة إن هو كان شريك نجاحات الأهلي طبعاً كلها في فترة تواجد كابتن حسن حمدي وحتى كابتن حسن حمدي وما قبل فطبعاً كان كل الحصاد ده بقى يعني كان يعني زي ما بيقول إيه الأعمال بترد على أي واحد منتقد إن الخطيب مع المجموعة اللي جات كده مع مجلس إدارة ده بتقول إن نادي الأهلي كيان متواصل له كوادر في له أسس موجودة من الصعب إن كنت تهزها فكان هذا الإنجاز رد على كل هذه الأقويل والجزاء من جنت العمل يعني ربنا بيكربش حد ما بيؤديش بإخلاص ومنهجية علمية ولأ وهو كان ميزة في الحقيقة في كابتن الخطيب ومجلس الإدارة كان بيردوا بالعمل صحيح يعني كان ما كانوا يش بيخشوا في موضوع التراشف السجلات في السجلات فأنا شايف إن ده كان لذلك كانت تحس إن الناس كلها تحت ضغط شديد جاء الأهلي جمهور كبير ولا يقبل إلا بالانتصارات والإنجازات وخصوصا في مجال كرة القدم طبعا كان فيه جيل كبير اعتزل وتبتبني جيل جديد صحيح تغيير مدربين تغيير طرق لعب فطبعا لا الفترة الآخرين هي كانت فترة عصيبة طبعا كان الفترة يعني الست وسبعة شهر اللي حصل فيهم الحصاد يعني بعد الجهد ده كأنها كنت شافها كويسة طيب برأيك المكاسب اللحاقها النادي من وراء التتويق بالميدالية البروزية في كاس العالم للأندية يمكن القول إنها في مجال التسويق والاستثمار تساعد وتفيد اسم الأهل كبير طبعا إنك بتاخد بطولة قرية أو بطولة على مستوى أندية العالم أكيد بيبقى فيها ترتيب يعني بيبقى فيها تركيز وطبعا بتحط دايرة الضوء على النادي عالميا بتبقى فيه أكتر يعني تساعد على أي تسويق طبعا انتصارات عليها للعجوزء كبير أو في تسويق أي منتج يعني فطبعا لا كان شيء كويس ويمكن الأهلي محتاج يستثمر هذا أكتر يعني بس في ظل منظومة في كرة القدم الأهلي بشعبيته يقدر أنه هو يحقق إيرادات أعلى في ظل تفوقه إفريقية